تنفيذا لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التعامل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل وفي مقدمتها اتفاقية التنسيق الامني انسحبت الاجهزة الامنية الفلسطينية بشكل كامل من تمركزاتها في مناطق شرق وجنوب مدينة القدس وبالتزامن مع تلك التحركات دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا الى عقد مؤتمر دولي يبحث منع اسرائيل من تنفيذ تهديدها بضم اجزاء من الضفة الغربية دعونا لعقد مؤتمر دولي ما زلنا مستعدين للسلام ما نريده حاليا هو تحرك جدي يقودنا الى محادثات متعددة الاطراف بدلا من المحادثات الثنائية يعني تعثرت وفي غضون ذلك اكد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز ان بلاده لن تقبل بالتهديدات الاسرائيلية واضاف الرزاز ان الاردن سيعيد النظر في علاقاته مع اسرائيل في حال اقدمت على تنفيذ تلك التهديدات الاردن وبكلمات جلالة سيدنا واضح جدا لن نقبل بهذا وبناء عليه ستكون فرصنا لنعيد النظر في هذه العلاقة بكافة ابعادها وكانت فرنسا قد اعلنت الاربعاء الماضي انها تعمل مع دول اوروبية اخرى من بينها المانيا وايطاليا واسبانيا على تحرك مشترك لمحاولة احياء مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين محذرة في الوقت نفسه تل ابيب من انها قد تواجه ردا اوروبيا اذا ما نفذت خطتها الرمية الى ضم اراض من الضفة الغربية اشتركوا في القناة